طيب خليني نروح عند عمر سلامة. عمر سلامة يعني انت خليك تجارة وما روحتش مثلا رغم ان انت دايما تقول انا بعشة الفن وموهوب بس ما قدرتش تقف قدام طيار الاهل وتقول انا هدخل مع حد السينما مثلا او انا عايز ابقى مخرج. صح. مقدرتش تعمل ده. مقدرتش اعمل ده وما كنتش عايز محد سينما ساعتها كنت ساعتها حلمي كبير ان انا اخلش فنون جميلة. لان انا كنت مشغول جدا بالافلام الكارتون والثلاثية الابعاد. اللي هي 3D انيميشن يعني. وكنت مهتمة اوين اعمل افلام كارتون وكنت شايف ان دي حاجة مش موجودة في مصر. زي وقتها كنت منبهر جدا بتجربة شركة اسمها بيكسار اللي عملت توي ستوري قصة لعبة او شريك او كده. فكنت نفسي اتعلم اوي الانيميش واهلي رفضوا تماما مش فاهمين ايه ده اصلا. فجزء ضغط جزء رشاوي من ابوية جزء حاجات كتير فقمت مكررت ايه قلت خلاص انا اتعلمها لوحدي. وحتى وقتها كان لسه مفيش اصلا العلم ده او الصناعة دي موجودة في مصر اوي. مقدرتش لسه موجودة. فعملتها بشكل بقى بنفسي. انا اللي بشوف بجيب الكتب اللي بيدرسوها برا واعلمها لنفسي. وهكذا. واضطريت حتى اتعلم نفسي انجليزي عشان اعرف اقرأ الكتب دي. واتعلم كد وبعكد اخذتني شوية بشوية للسينما. لحد ما تعلمت كل حاجة عايزة تعلمها بنفسي اشوف الناس دي بتيتذكر من اني كتب برا في جماعتهم برا. فعمل زيها. فزاكرت نفس المذاكرة دي. فانا اه ما دخلتش معهد او اكاديمية. بس انا بتدعي دايما وبرهنك دايما ان انا زاكرت مذاكرة اضعف اللي كان محتاج يخش امتحال. اللي هي فكرة الموهوب الباحث طول الوقت. الباحث انا مقداش ادعي ان انا موهوب بس اقدر ادعي ان انا مجتهد. في ان انا علمت نفسي با اكتر شكل انا شايفه هيفني. لان اخوتي بلك هو زي ما كنا بنتكلم على القدباء والفنانين. هو الاهم من انك تتعلم حرفة. انك هتقول ايه بالحرفة. فانت هتبقى امين. هتبقى امين. هتبقى امين. وادمغك ايه عشان تطلع ده. طيب. انا دايما بشوف عندك ان انت لما بص على افلامك. يعني انا خليني كده كمشاهدة. يعني انا مشاهد او متلقي. لما بص على افلامك. ساعات احس انها قريبة جدا. ولطيفة. ساعات احس انها في شوية غربة. وساعات احس برضو ان هي. فيها رأي مختلف. ولا هي فكرة ان انا لازم احترم المخرج ده. ده ما عنده حاجة مختلفة. هل اللي انت قلته ده. والعبكة الطفولة دي. خليك تروح كتير عند المؤاخذة. وتروح عند برا المنهج. يعني. يعني. الفيلمين دول تحديدا. هو ده ايما الواحد. الجملة اللي عطوب. لما اي حد يقولي انت عايز تعلم سينما. بقوله اهم حاجة انت هتقدم ايه جديد للدنيا. العالم. الناس. انت بقى عندك. قدرة خارقة انك تكلم مئات الالاف او الملايين من الناس. هتقولهم ايه جديد. فانا طول الوقت. مشغول بفكرة الجديد. او انا مش عايز اختلف وخلاص لورد اللي اختلف. بس لو حاس ان انا هعمل مشروع. هيقول نفس. اللي تقلق قبل كده. طب انا هعمله دي. انا عايز. الاقي حاجة جديدة اقولها بوادماغي. يعني. هل التفكير بيبدأ عندك من النقطة دي. انا هعمل حاجة مختلفة. ولا انت بتعمل حاجة. فبتطلع بالصدفة مختلفة. اللي اتنين. اللي اتنين. في اوقات كتير جدا. عايز اشتغل على مشروع. عجبني. بس حاس ان ما فيهوش حاجة مهمة تتقل. فلا اما لقيله حاجة. يا اما هحس انه مش محرقني كالمخرج. في اوقات كتير جدا. حاجات عندي لغرض المتعة بس. بس بحس ان انا مش عايز اتخرج لغرض المتعة بس. الا لما يكون فيها حتى وجهة نظر ما جديدة. انا بشوف الشخصية جديدة. الناس ما بحستهاش قبل كده. فهو الاهم عندي اللي شغلني. ان انا ازاي من مشروع جديد علي. وجديد في اللي بتروحه. وانا اتعلم منه. حاجة جديدة عن الدنيا. لو المشروع خرجت منه. انا نفس الانسان اللي قبل ما يخشه. انا ما اتطورتش. فلازم اخش في حتة. وتطلع بحاجة مختلفة. بالزبط.